أنا بقى مستغرم من بيرامدز بيرامدز قدامي الأهلي وقدامي الزمالك داخل فيه 6 أهدف يعني هنا 3 وهنا 3 بغض النظر أنه سجل النهاردة في الزمالك وأنا بتكلم على فريق من المفترض أنه ووقعيا يعني بينافس على الدور حقيقة أنت بتخسر من المنافسين الرئيسيين لك الأهلي والزمالك وبنتائج كبيرة إيه المشاكل عند بيرامدز دفاعية تخليه خش في الأهدف الكتير وخد بالك النهاردة هو سجل في الزمالك هدفين ولو تتذكر مباراة النادي الأهلي هو أضع برضه فرص عديدة جدا وكان ممكن يسجل في الأهلي هو بيوصل كويس بس واضح أنه عنده صغارات دفاعية واضحة جدا طبعا الفريق عنده مشكلة دفاعية واضحة أولا قليلا يقول أنه زي ما اتكلمني عن حمزة المسلوسي حصل نفس الكلام ده بالضبط عند جابهة أحمد فتحي أحمد فتحي النهاردة الكورة اللي أشرب من شارقي راح سجل منها دي الكورة الأولينية وبعدين كورة تانية أحمد فتحي بيطلع يتقدم بيروح يلعب النهاردة كبكرة وبيكمل بس رجوع أحمد فتحي بدانيا أولايل جدا فكان أوتوماتيك أشرب بن شارقي بيروح يتحرك كده عمر السعيد بيروح يميل في ظهر أحمد فتحي عشان يستلم الكورة ويلعبوا الاتنين مع بعض الكورة دي اتكرارت الشوت الأول ثلاث مرات ومرة الشوت التاني فمشكلة في التحولات طيب كل ما لعيبة تيرامدز بتتفتح المساحات أكتر كل ما بيكون عند الاتنين سنتر باكس اللي هم علي جبر وإحمد سامي مشاكل أكتر أولا الاتنين لعيبة كويسين جدا في العالي كويسين جدا لما المساحات تبقى قريبة من بعض لكن هتدينه مساحات قدام لعيب زي أشرب بن شارقي أشرب بن شارقي هيعدي قصرات أنه بن شارقي استهد جوز واحد عنده واحد هيعدي هيعدي عدى في كورة شالها شريف إكرارت الشوت الأول هيعدي ولكن فيرامدز بالكواليتي اللي عنده ده إن هو يستقبل ست جوان في الماتش عنده مشكلة وعنده مشكلة كمان في نص الملعب منظومة الضغط بتاعت فيرامدز فيها مشكلة فكرة بناء الهجمة من تحت أنا وجدنا رغم إنه في ماتش الزمالك فيرامدز ما كانش عنده مشكلة الزمالك كان بيدغط لكن الضغط بتاعه ما قادرش يستحوز أو ياخد الكورة زي ما الأهل عمل في الماتش بتاعه ولكن فكرة طول الوقت إن أنا ببدأ الهجمة من تحت دي يا كريم فكرة مميزة جدا لكن فيه وقت من الوقت ما ينفعش أبدأ أعمل كده ما ينفعش النهارده يبقى طول الوقت لازم أبدأ الهجمة من عند الشريف إكرامي وهتروح الاتنين سنتر باكس وأبدأ أشتغل بالتدرج بالكورة الطبيعي لأن كواليتي المنافس بتاعك مختلف تماما من النهارده في العبيد برامدز ضيعت فرص كتير الشوت الأول وفي نفس الوقت انت بتعاني مش هتقدر يطلع بكورة قدام الزمالك قدام الأهلي بالسهولة اللي بتطلع بها في منشاط الدوري أو في منشاط الكونفترالي المراحل الأولينية فعشان كده برامدز عنده مشكلة ولكن يبقى برامدز أنا وجهة نظري عنده مشكلة بتاعت إمتى هتصدق أنه تقدر تنفس إمتى نفسيا هتبقى عارف أن أنا وانا بلاعب الأهلي بالسكواد ده وانا بلاعب الزمالك بالسكواد ده أنا أقدر أكسب أنا بقولك النهارده برامدز بعد ما تأخر قدام الأهلي ضيع كورتين ثلاثة الأهلي عقبه جابت تاني وجابت تالي النهارده بعد ما تقدم على الزمالك الزمالك عقبه سجل التعادل وجون المكسب والفرقة الكبيرة دي لما بتتقدم صعب بقى ترجع في النتيجة خلاص من المفترض لا وانت من المفترض لو انت بقيت مصنف واحد من الفرقة كيفية دي مباراة الأهلي والاتحاد هنرجع هنجيلها دلوقتي إن كنت واحد من المفترض إنك من الفرقة الكبيرة دلوقتي اللي بتنافذ انت برضو تبقى كده إنك لما تسجل وتتقدم مش المفترض ترجع مش بسهل إن الفريق يرجع يسجل فيك جنو التاني صحيح طيب